أهلاً بالجميع إلى حلقة جديدة ضمن سلسلة الأفعال المركبة جميع الأفعال المركبة الموجودة في حلقة اليوم هي شائعة ومهمة جداً لمتعلمية اللغة الإنجليزية مهمة لأنها تستخدم بكثرة وبشكل كبير جداً جداً في الحياة اليومية وأثناء المحادثة هذه الأفعال المركبة ستسمعها في الأفلام وستحتاجها في حياتك اليومية So let me get started فالمركبة الأول هو hang out ومعناته يمضي بعض الوقت يتسكع يتمشى مع الأصدقاء I wanna hang out with my friends this Saturday I wanna hang out with my friends this Saturday أريد أن أتمشى مع أصدقائي هذا السبت أو أمضي بعض الوقت مع أصدقائي هذا السبت يعني هذا السبت السبت القادم I don't know why they hang out with Ali they've got nothing in common I do not know why they hang out with Ali they have got nothing in common أنا لا أعرف لماذا يتمشون مع علي أو يتسكعون أو يمضون بعض الوقت مع علي ليس لديهم أي شي مشترك يعني ما فيش فينهم أي شي مشترك in common يعني شي مشترك نحن بإمكانك استخدام hang out بالمعنى الأساسي للفعل اللي بمعنى يعلق I wanna hang out my t-shirt I wanna hang out my t-shirt أنا أريد أن أعلق t-shirt تابعي كمان hang out بإمكانك استخدامها كاسم وتعني الملتقة المكان اللي يلتقي فيه الشباب أو الأصدقاء أو الناس اللي بتلعب لعبة معينة مثلا يلتقوا في هذا المكان فهذا المكان يسمى hang out فممكن تقول The gym has become a hang out for my friends The gym has become a hang out for my friends The gym has become a hang out for my friends الجم أصبح المكان اللي يلتقي فيه أو الملتقى لأصدقائي الفعل المركب الثاني هو brush off brush off brush off ومعناتها يتجاهل يطنش سواء تتجاهل انتقاد أو اتهام أو تتجاهل شخص تطنش هذا الشخص سواء هو هو بيتكلم معاك مثلا وهي قريبة لما تتجاهل شخص قريبة للمصطلح العام هنا في منطقة الخليج إنك ما تعطيش وجه يعني شخص بيجي يكلمك فانت you brush him off أنا ما أعطيت محمد وجه أو طنشته لما أقترب مني من الوقاح أنك ما تعطي أصدقائك وجه أو شيء وقح أنك تطنش أصدقائك أنا أتجاهل أي تعليقات سيئة وكمان بإمكانك استخدام brush off بالمعنى القريب للفعل اللي هو brush بمعنى يزيل أو يمسح فممكن تقول زل التراب قبل أن تجلس يعني فيه تراب مثلا على الكرسي فتزيله أو تمسحه قبل أن تجلس كمان بإمكانك استخدامها كاسم brush off بمعنى يتجاهل يطنش أو ما يعطي وجه أنا أردت أن أبقى على تواصل ولكنها ما أعطتني وجه أو تجاهلتني ومعنى تها يرجع بمعنى أنك أخذت شيء من شخص معين فترجع له هذا الشيء أنا سوف أعيد لك فلوسك أو أرجع لك فلوسك هذا الأسبوع أعيدك بذلك حاول أنك ترجع فلوسي هذا الأسبوع ومعنى تها يهتم يعتني بي قد يكون تهتم تعتني بشخص أو تعتم أو تعتني بشيء يعني مو لازم يكون شخص أنا أريد أن أعتم بوالدي أو أعتني بوالدي لأنه شخص كبير في السن من الأفضل أنك تهتم بمدرستك ممكن تنتقى بشكل خاطب ومعناتها يبحث عن تبحث عن شيء أو عن شخص يعني هذه الكلمتين مع بعض معناتها كذا يبحث عن فممكن تقول أنا أبحث عن علي هل رأيته هل أنت بتبحث عن مشكلة؟ مثل ما يقول المصريين أنت عايز تعمل مشكلة؟ فالمركب هذا له معناتين شائعين المعنى الأول بمعنى يشبه يشبه بالشكل تشبه أبوك تشبه صديق والمعنى الثاني بمعنى يبدو أنا أشبه والدي هو يشبه جده والمعنى الثاني بمعنى يبدو يبدو أنك تبحث عن مشكلة أو إظاهر أنك عايز تعمل مشكلة من الظاهر أنه لازم نلغي رحلتنا المعنى الأول قريب للمعنى السابق وبمعنى يشبه قد تكون تشبه بالشكل وقد تكون تشبه بالشخصية أو بالتصرفات هذا الفرق بينها وبين look like look like المعنى الأول يبدو أو يشبه في الشكل فقط أما take after فيشبه قد تشبه شخص بالشكل أو قد تشبهه بالتصرفات أو بالشخصية فممكن أقول أنا أشبه والدي هنا أشبه بالشكل كيف عرفت أني أشبه بالشكل؟ الجملة الثانية قالت أنا لدي نفس يعني الأنف والعيون فأشبه والدي بالعيون والأنف أما إذا قلت I take after my dad I take after my dad I take after my dad كلمة my ممكن تنتقها my dad أنا أشبه والدي فهنا أشبهه مش بالشكل أشبهه بالشخصية مثلا والدي مضحك وأنا مضحك يعني بمعنى فتشبه بالشكل أو تشبه بالشخصية حسب سياق الجملة والمعنى الثاني بمعنى يحاول يحذو حذو شخص أو يقلد شخص ما فممكن مثلا تقول I wanna take after my dad and become a doctor I wanna take after my dad and become a doctor I wanna take after my dad and become a doctor أن أريد أن أحذو حذو أبي وأصبح دكتورا He took after Ahmed Helmy and became a famous actor He took after Ahmed Helmy and became a famous actor He took after Ahmed Helmy and became a famous actor هو حذو حذو أحمد حلمي وأصبح ممثلا مشهورا يعني قلد أحمد حلمي وأصبح ممثل مشهور زي أحمد حلمي الفعل المركب الأخير هو كاتشاب 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 وهذا الفعل المركب له معاني كثيرة من ضمن معاني أنك تلحق شخص متقدم عليك سواء بالمشي أو متقدم عليك مثلا بالسيارة أو متقدمين ناس عليك في الفصل سواء كنت في جامعة أو في مدرسة متقدمين عليك مثلا في دروس فإنت تحاول تلحقهم أنا أفتني الكثير من الحساس أو الدروس والآن لازم ألحق أصدقائي كمان في واحد من زملائك يعني ماشي أمامك سواء بالسيارة أو على الأقدام فتقوله يعني هدي يمشي ببطة عشان أقدر ألحقك يعني سواء كان بالسيارة أو على الأقدام كمان من معانيها إنك لما تشوف صديق مثلا ما شفته من زمان أو من فترة فحابب تقوله أطلع على أخبارك أو حابب أشوف الجديد معك فممكن تقول دعنا نتغدى هذا الأسبوع أريد أن أطلع على أخبارك الجديدة أو على آخر الأخبار لديك ومن معانيها كمان إنه قريبا للمعنى الأساسي يعني اللي بمعنى catch بمعنى يقبض أو يمسك فممكن تقول الشرطة مسكت أحمد في الرياض الشرطة مسكت أحمد في الرياض أو قبضت على أحمد في الرياض كمان بإمكانك استخدام هذا الفعل المركب كاسم بمعنى دردشة أو اطلع على آخر الأخبار لما تشوف شخص مثلا أو صديق ما شفته لفترة كبيرة فممكن تقول خلينا نطلع ندردش هذا الأسبوع أشوف فيها أخبارك ما هو رأيك إن شاء الله يبتدانوين هذا الأسبوع سأقوم برفع حلقتين في الأسبوع يوم السبت ويوم الأربعاء سيهة